المشروع إنوف أجرهومند هو مشروع متوسطي تبقى نجيزه في أربعة دول متوسطية هما تونس، فلسطين، إسبانيا وإيطاليا بتملين من الاتحاد الأوروبي والأولوية متاعه هي الإدماج الاجتماعي للنساء في الوسط الريفي في قطاع الأغذية الزراعية والطيولة شوية العملية ديما كثة سنين ونص تمكننا فيهم من تكوين التدريب ومرافقة 140 مستفيدة في الأربعة دول كل واحدة فيهم اطلقات 610 ساعة تدريبية خاصة بها مع حساس مرافقة وحساس أشغال تكبيقية في المؤسسات والشركات اللي في قطاع هذا 52 سيدة وشابة تحصلوا على منحة المشروع وتمكنوا من خلالها من بعث مشاريعهم الخاصة في قطاع الأغذية الزراعية في تونس عنا ستة مشاريع فيها مشاريع فردية ومشاريع جماعية فلسطين أكثر من ستة إيطاليا ثلاثة وإسبانيا ستة مشاريع أيضاً بالإضافة للنساء اللي تم إدماجهم في مسار التشغيل أي أنهم ولوا عندهم وظيفة مستدامة وقارة في شركات خاصة وإلا في المنظمات في نفس القطاع يعني اليوم ما نجمو كنوا كانوا فرحانين في مادة الختمية بتاعنا ذي نقدموا فيها في نتائج هذا مغيرهم بما توصلنا إليه من مخرجات ونتائج علش لأنه في البعض منها تجاوزنا الأهداف اللي كانت مرسومة في بداية المشروع وعليش أيضاً لأنه تزامن انتلاق المشروع مع أزمة كوفيد في 2020 وإحنا بدينا في ديسمبر 2019 لونك كنا ملول خايفين مناش عارفين خاصة إليه النساء المستهدفات في المشروع ديه في الوساطة الريفي مثلاً في تونس بالتحديد مش الكل عندهم لكسين للإنترنت بيش ينجمو يقرأوا عن بعد ولا بيش نجمو يقوموا بالعمل اللي كن مفروض نعلوه على الميدان عن بعض حتى بعض المناطق في فلسطين ما كانتش ممكنة تنقل روما إيتاليا عفوا كانت تفكروا الأزمة كانت قوية فيها تاكرونها فمخاوف كانت كبيرة واليوم منجمو كانوا سعادة وساعدات باللي توصلنا له وخاصة فخورين جداً بالبنات قداش قاوموا ووظبوا ما غبوش على حساس التدريب بالحق كان شكل من أشكال الميذان اللي عملوه واحنا نتمناولهم برشة توفيق فنادوا الختامية اليوم جبنينهم أهم المداخلين والمداخلات في القطاع بيش يكملوا ربما يخذوا المشاريع اللي بديت جديدة ببتاتر يبقى فرص تعميد فرص تسويق إلى آخرين